موسيقى قوات المسلحة ستقوم بكل العنف نضع حد للإرهاب الموجود فيه موسيقى على الفور تم البدء بالقضاء على البؤر الإرهابية وتدمير الأنفاق ونسف المخابئ التي تستخدمها العناصر المتطرفة خلال عام الفين وخمسة عشر دخلت المواجهات مع الجماعات الإرهابية مراحل الحزم والحسم بإطلاق عملية حق الشهيد واحد خلال ستة عشر يوما هي مدة مرحلتها الأولى استطاعت القوات المسلحة مع الشرطة المدنية القضاء على خمسمائة وخمسة وثلاثين إرهابيا والقبض على ستمائة وأربعة وثلاثين عنصرا تكفيريا وإجراميا في أكتوبر من عام الفين وخمسة عشر حتى أواخر عام الفين وستة عشر تم تنفيذ عملية حق الشهيد اثنان ليتم خلالها القضاء على ستين إرهابيا إلى جانب تدمير عشرين ملجأ تحت الأرض وعدد من السيارات والمعدات التي تستخدمها العناصر الإرهابية في عام الفين وستة عشر ومع احتفالات النصر بالذكرى الثالثة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد انطلقت عملية حق الشهيد ثلاثة خلالها لقي تسعة عشر تكفيريا مصرعهم إلى جانب تدمير واحد وثلاثين مخبأا وقد شهدت تلك المرحلة مشاركة القوات الجوية في يوليو من عام الفين وسبعة عشر نفذت القوات المسلحة المصرية عملية حق الشهيد أربعة التي أسفرت عن مصرع أربعين تكفيريا وتدمير مئة عبو ناسفة وثماني ورش تستخدم في صناعة العبوات الناسفة مع حلول منتصف عام الفين وثمانية عشر تم إطلاق العملية الشاملة سينا وهي تعد أهم العمليات حيث شاركت فيها كل أفرع القوات المسلحة المصرية إلى جانب الشرطة المدنية وقد أسهمت في حصار الجماعات الإرهابية برا وبحرا وجوا وأحكمت الخناق على تلك الجماعات المتطرفة بعدما تم قتل المئات منهم وتدمير عشرات سيارات الدفع الربعي التي كانوا يستخدمونها نجع هذا الوطن الأبي بطليعة أبنائه في القوات المسلحة والشرطة وبدعم شعبي لا مثيل له في محاصرة الإرهابي ووقف انتشاره وملاحقته أينما كان وبينما نستمر في مواجهتنا الشاملة للإرهاب نسير في الوقت ذاته على طريق تنمية سيناء وزرع الخير في كل أرجائها فالمساهمة في الحرب على الإرهاب ليست بالسلاح والقتال فقط وإنما بالبناء والتنمية وتشييد المشروعات وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمال في مستقبل المصر اشتركوا في القناة